جيمي، النهاردة قبل بخش على مباراة الأهلي وجور ماهي نهاردة أهلي بيحتفل بالدولة رقم 44 وتحسي الأهلي، كنت سوى أتكلم على صفح عبدالعادر أي حد في الدنيا ممكن ييجي وقته وبيشبع يعني الأهلي ما بيشبعش، لا هو ولا قدرته ولا جماهيره ولا جهازه ولا لعبته بمختلف الأسماء نهاردة الليلة بليلة الأهلي مش بس بعد فوز بمباراة جور ماهي والأرقام وانت في حضرة الملك ملك الكرة في مصر، ملك الكرة الأفريقية بتتكلم على أرقام صعبة جدا جدا حد يدار عليها بتتكلم على معدل استمرارية تعرف النهاردة الأهلي يا كريم للمرة العشر على التوالي بياخد بطاقة السعود لدور الثمانية لدور المجموعات، سواء كان لدور الثمانية أو كان لدور الثمانية بشكل جديد عشر مرات على التوالي الأهلي معاه عشر بطولات أفريقيا في القرن اللي احنا بنلع فيه الأهلي حجز بطل القرن من دلوقتي من دلوقتي، الأهلي حجز بطل القرن، مين يحصل الأهلي مين يحصل إن كان في العمر بقية يعني مين يحصل الأهل تلاتة بتتكلم على 12 مباراة كلينشيت واربعض رقم قياسي 1080 دقيقة ما حصلش قبل كده خالص شوف بقى بنلعب في أفريقيا من 69 مفيش محدش عملها ومحدش قرب منها بتتكلم على المباراة 24 بلا هزيمة رقم قياسي لم يتحقق بأي جيل بأي مدرب بتتكلم على إن الأهل النهاردة بمنتهى البساطة بيبعد عن أقرب منافسي كعدد بطولات برقم يتجاوز التلاتين بطولة بتتكلم على إن الأهل النهاردة في الـ Up and Down هو رقم ثابت في معادلة الكرة المحلية والكرة الأفريقية بتتكلم على إن الأهلي في مرحلة تغيير جلده ولعبة كتير بتبطل ولعبة كتير بتعتزل ولعبة رحلت راحت أندية تانية النهاردة بنشوف نتيجة ده لعبة كانت موجودة في أندية تانية جاية بتحتفل مع النادي الأهلي بالتتويج بطولة الدوري وبالصعود لدور المجموعات فأنت بتتكلم على أرقام صعب صعب مع أي فريق حتى إحنا بندي لكل الفرع حقها لما بيبقى فيه إنجزاء كنا موجودين لما زمال الكاسب الكونفترالية كنا موجودين لما بيرامدز حق بطولة الكاس لكن صعب تقول كمية الأرقام دي سواء بقى بتتكلم على العشر سنين الأخيرة الـ 24 سنة الأخيرة الـ 117 بتوع النادي الأهلي صعب بتلاقي عكمية الأرقام دي العمال أدور على أرقام وبختصر أرقام عشان ما نطولش أكتر من كده لكن في النهاية الأهل يا كريم الجملة اللي هيكت نسب شوية بتاعة الأهل بمنحضر الأهل بمنحضر مجالس إدارات الأهل بمنحضر مدربين الأهل بمنحضر لاعبين الأهل بمنحضر حتى هو في مرحلة تغيير جديد